النشرة الجوية وتوقعات الأيام القادمة مع المهندس أنس رحمون السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الأربعاء الخامس من نيسان نشرة جوية مفصلة عبر أثير إذاعة الثورة أهلا بكم حالة ضعيفة من عدم الاستقرار الجوي من أتوقع أن تؤثرها على المنطقة خلال الساعة الثمانية والاربعين القادمة تأتي هذه الحالة بعد مشهة الله تعالى بفعل انزلاق كتلة هوائية باردة نسبيا من أجواء البلقان باتجاه الجزر اليونانية ومن ثم باتجاه البحر الأسود تترافق سطحيا هذه الكتلة مع مخفض جويا عميق متمركز في أجواء البحر الأسود ونتأثر بأطرافه بشكل ضعيف من جديد مع ساعة نهار جمع يتقدم نحو المنطقة مرتفع جوي سطحي يفرض تقصى مستقرا مجددا بمشيئة الله تعالى بناء على هذا التحليل توزع الضغوط الجوية في طبقات الجوي كافة فنتبقى بإذن الله تعالى يكون تقصي اليوم الأربعاء مستقرا ربيعيا غائما جزئيا بصفة عامة تشرق الشمس على أجزاء واسعة من الجزيرة ووسط البلاد وجنوبها مع انتشار لبعض الصحب المتفرقة وتبقى الأجواء غائمة جزئيا على شمال غرب البلاد والسواحل نشهد سخلال ساعات نهار اليوم الأربعاء خفاضا كبيرا في درجات الحرارة لتسجل 19 درجة مئوية نهارا واتصل ليلا إلى 10 درجات مئوية نلحظ أيضا نشاطا كبيرا في حركة الرياح الغربية حيث من المتوقع أن تلامس 30 كم في الساعة واتصل سرعة بعض الهبات حتى 55 كم في الساعة نهار الخميس بإذن الله تعالى تستمر الأجواء مستقرة غائمة جزئيا ربيعية بصفة عامة تسجل حرارة درجات مقاربة اليوم الأربعاء عند 20 درجة مئوية نهارا لكنها تصل ليلا إلى 9 درجات مئوية حركة الرياح تبقى غربية نشيطة عند 30 كم في الساعة في الحقيقة هناك فرص ضعيفة لبعض الزخات المطرية العابرة لمناطق الساحلية قد تمتد باتجاه مناطق دلب وحلبة خلال ساعات ليل الأربعاء الخميس ولكن كما ذكرت الفرصة ضعيفة نهار الجمعة لدرجات الحرارة ارتفاعها مع تقدم مرتفع جويا سطحيا باتجاه المنطقة وتبقى الأجواء مشمسة إلى غائمة جزئيا تسجل درجات الحرارة 24 درجة مئوية نهارا وتصل ليلا إلى 11 درجة مئوية تتراجع حركة الرياح الغربية وتبقى سرعاتها نشيطة نسبيا عند 25 كم في الساعة في التوقعات متوسطة وبعيدة مدنة توقع بإذن الله تعالى نتمير الأجواء الاستقرار مع ارتفاعين ملحوظين في درجات الحرارة مطلع الأسبوع ثم نتأثر بامتداد ضعيف لمخفض جويا خمسيني في العاشر من نيسان يدوم بتأثيراته حتى الأربعاء القادمة من الأسبوع القادم على شكل حالة من عدم الاستقرار الجوي مع فرص زخات مطاري رادية متفرقة ضعيفة بمشيئة الله تعالى هذا كل ما يتعلق طورات حالة الجوية لقادم الأيام استودعكم الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته النشرة الجوية وتوقعات الأيام القادمة مع المهندس أنس رحمون ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر